الرحمن الرحيم فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون صدق الله العلي العظيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى عطرته الطيبين الطاهلين المعصومين السلام عليكم مشاهدين الكرام مشاهدي قناة كربلا الفضائية ورحمة الله تعالى وبركاته نحييكم أطيب التحية ونلتقيكم في حلقة جديدة من برنامج ذلك الدين القيم ولا يزال موضوعنا تحت عنوان التوحيد في نهج البلاغة وعندنا تتم للحديث عن حلقة الأشباح وفيها محاور عديدة سأبحثها ومشاهدنا الكرام مع ضيفنا الكريم في الاستوديو فضيلة الأستاذ الدكتور حميد النجدي الباحث الإسلامي ورئيس جامعة أهل البيت عليهم السلام مرحبا بكم دكتور حميد مرحبا بكم وبالمشاهدين الكرام حياكم الله دكتور انتهينا من الحديث عن قضية الراسخين في العلم وتحصل مما دار بيننا وبين المشاهدين الكرام ان الامام حينما قال له ان الله تعالى امتدح قوما توقفوا عند هذا الحد وقالوا كل من عند ربنا لم يرد نفسه صلوات الله عليه ولم يرد النبي صلى الله عليه ولا المعصومين حتما وانما اراد الذي لا يستطيع ان يصل الى التأويل فرسوخه يعني مدى قوة ايمانه ان يقول امنا به كل من عند ربنا ثم يقول صلوات الله وسلامه عليه وسمى تركهم التعمق فيما لم يكلفهم البحث عن كنهي رسوخة فاقتصر على ذلك على اعتبار هذا مبلغك من العلم وإلا الذي يقول ها ان بين جنبي علما جمى لو اجد له حمله ويلومه كيلا بغير ثمن لو اجد له وعاء سألوني قبل ان تفقدوني فلا انا اعلم بطرق السماء منكم بطرق الارض كيف لا يعلم تأويل القرآن ولا تقدر عظمة الله سبحانه على قدر عقلك فتكون من الهالكين ثم شرع صلى الله عليه وسلامه عليه في كلام جديد يقول للسائل انت من انت حتى تريد ان تسمع كلاما بهذا المستوى من انت لا بمعنى الاحتقار للشخص لا عن مقدار علمه يقول من هو اقوى منك ومن هو افضل منك ومن هو اكثر منك علما هذه حاله فيقول صلى الله عليه هو القادر الذي ارتمت الاوهام عفوا هو القادر الذي اذا ارتمت الاوهام لتدرك منقطع قدرته وحاول الفكر المبرأ من خطرات الوساوس ان يقع عليه في عميقات غيوب ملكوته وتولهت القلوب اليه لتجري في كيفية صفاته وغمضت مداخل العقول في حيث لا تبلغه الصفات لتناول علم ذاته ردعها وهي تجوب مهاوية سدف الغيوب متخلصة اليه سبحانه هذه فقرات راقية ونحتاج من جنابكم ان تشرحوها فقرة فقرة للمشاهد الكريم تقرؤون فقرة او جملة واحنا نبدأ من البداية ان شاء الله فاول هذه الفقرات يقول صلى الله عليه هو القادر سبحانه وتعالى هو القادر الذي اذا ارتمت الاوهام الاسان حين يتوهم الذي اذا ارتمت الاوهام لتدرك منقطع قدرته احسنت بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبنا محمد وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين وعلى اصحابه الغر الميامين الذين ساروا بهديه وكانوا له كظلة انتهينا بالحلقة الماضية من موضوع الراسخين في العلم نعم وتبين من انه هذا الرسوخ هو على شكل درجات نعم يعني الرسوخ ومجرد الانسان عنده علم بان المتحدث هو الرسول صلى الله عليه وآله او ان هذا كلام الله تعالى او المتحدث الامام الذي نصبه الله تعالى وعلمه من لدنه علمه نعم مجرد هذا العلم عند المخاطب هو هذا الرسوخ بالعلم هذا فهم يعني فصالت اودية بقدرها احسنت بما بلغ علمه هذا رسوخه هذا مبلغه احسنت ما يستطيع ان يتعدى ذلك لا يعني العلم درجات احسنت نحن بالنسبة لنا عندما نخاطب المعصوم سواء النبي صلى الله عليه وآله صلى الله عليه وآله او اهل بيته المطهرين صلى الله عليه نقول اشهد الله واشهدكم اني محقق لما حققتم نعم مبطل لما ابطلتم مؤمن بما امنتم به كافر بما كفرتم به محب لمن احببتم مبغض لمن ابغضتم موالي لما مواليتم معادل لمن عاديتم متبرئ ممن تبرأتم منه هذا الخطاب دليل على اننا نؤمن بظاهر المعصوم ومو بباطنه نحسنت لانه معصوم نعم وهذه العصمة العصمة امر خفي ولكن بما ان الله تعالى طهر هؤلاء الابرار المطهرين صلوات الله عليهم فنحن اصبح لدينا علم بان هؤلاء الهدات هؤلاء المرشد الذين يرشدون الى الصراط المستقيم هم مطهرون من الزلل من الخطأ من الذنب من السيئات من السهو لان هناك ايات دلت على هذا الامر ايات كريمة نعم وتتكلم عن قدرة الله تعالى تقول هو القادر الذي اذا ارتمت الاوهام لتدرك منقطع قدرته نعم نعم ايه وتكملت الجملة نفسها نعم هو القادر الذي اذا ارتمت الاوهام لتدرك منقطع قدرته وحاول الفكر المبرأ من خطرات الوساوس الفكر المؤمن النظيف طبعا هذه ان يقع عليه في عميقات غيوب ملكوته نعم هذا اولا يدلل على عدم تناهي قدرة الله تعالى سبحانه وتعالى القدرة هو القادر القدرة هي صفة داتية للباري سبحانه وتعالى وهذه القدرة لا متناهية يعني نقول منقطع نعم يعني منتهى وهي لا نهاية الله نحصل لا منتهى لقدرته لماذا؟ لان القدرة بما انها صفة ذاتية للباري سبحانه وتعالى والصفة الذاتية لا تنفك يعني الأمر الذاتي لا يسلب من ذات الشيء مستحيل يعني لا يمكن مثلا بالنسبة للمخلوقات أن نسلب الحلاوة من السكر لا يكون سكرا أمر آخر ولا يمكن أن نسلب الملوحة من الملح لا يكون ملحا أمر آخر فالقدرة أمر ذاتي صفاته عين ذاته علمه عين ذاته هو كله علم كله قدرة ليست صفة أمر زائد على ذاته ليست مكتسبة كما يحصل للمخلوقين مثلا وبما أن ذاته المقدسة لا متناهية لا محدودة هو مطلق سبحانه وتعالى فإذن علمه أيضا لا متناهي لأن ذاته أن علمه هو عين ذاته وكذلك القدرة فلو الإنسان أراد وهو أي إنسان الخالي من الوساوس يعني فكره غير مشوش فكره لا يوجد بيئة طبعا هذا من الذي يخلون الوساوس والخطرات والظنون مهما ارتمى في ملكوت الغيوب وفي عميقات الغيوب وما وراء هذه الأمور وصفة فكره أنه خال من الوساوس من الذي تأتيه الوساوس؟ من الذي تأتيه الوساوس؟ الذي يعش عن ذكر الله ومن يعش عن ذكر الرحماني نقيد له شيطانا فهو له قريم والذي لا يعشه يعني لا تأتيه وساوس لا يقربه الشيطان معناه لا ينفك عن ذكر الله لأن مجرد أن ينفك عن ذكر الله وتكون هناك فترة هناك آية مباركة أتت الشياطين أنه يسبحون الله لا يفترون أو يذكرون الله لا يفترون ذكرهم دائم وهنا تقول الآية ومن يعش عن ذكر الرحمان نعم إن أرسلنا الشياطين على الكافر مضمون الآية نعم فإذن الذي يعش ولو ثانية ولو أقل من ثانية الشيطان المترصد بالإنسان رأسا يبدأ بالوساوس وجد فراغا فدخل فيه فإذن هو الإنسان اللي بهذه الصفة الخالي من الوساوس أمير المؤمن عزيزي نعم أحسن وفكرة يعني وحاول الفكر المبرأ من خطرات الوساوس بهذا الشكل يستحيل عليه أن يحد اللامحدود في قدرته نعم إذن هسا نعم أكمل ذا عندكم تعليق اتفضل إذن تحصل من الفقرتين الأولى والثانية والجواب لا يزال هذا شرط هو بداية الشرط هو القادر الذي إذا ارتمت الأوهام والارتماء غير مثلا مجرد النظر أو مجرد التفكير لا الارتماء يكون بقوة كما أنك تطلق صاروخا نعم من الأوهام بأقصى ما يمكن من السرعة وهو خال من المعوقات كالوساوس وغير ذلك وتقول هذا سيصل إلى نتيجة هو لا يصل بهذا المعنى نعم هو القادر الذي إذا ارتمت الأوهام لتدرك منقطع قدرته وحاول الفكر هذه الخطوة الثانية نعم وحاول الفكر المبرأ من خطرات الوساوس أن يقع عليه في عميقات غيوب ملكوته لأنه ذاته لا يمكن مجرد أن يصل إلى شيء وهو سبحان الذي بيده ملكوته كل شيء إلى شيء من هذا ملكوته طبعا دكتور هنا أمران تفضلوا الأمر الخارجي للموجودات ليهي الأجسام الكون الأشياء المحدودة بالأجسام وهناك الملكوت وهو أمر آخر وجود آخر هو باطن الشهادة هنا الشهادة عالم الغيبي والشهادة عالم الله تبارك وتعالى رب الملك والملكوت الملك هذه الأشياء الظاهرة نعم وهناك آية كريمة يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم عمون غافلون نعم فعالم الملكوت لا يناله أي إنسان الملكوت وليس رب الملكوت وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين هذا أمر آخر يعني عالم التأويل التأويل هو أمر غيبي نعم ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا ويوسف عليه السلام يقول لأبيه عليه السلام هذا التأويل الرؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا فالتأويل أمر خفي لا يعلمه إلا من علمه الله تعالى العلم اللدني لأمر التأويل لأنه أمر يختص بالله ويعلمه لخاصة عباده نبي رسول إمام معظوم هكذا وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسوله من يشاء هؤلاء الذين يجتبيهم هم الذين يطلعهم على هذه الأمور أحسنت وكذلك في آخر أو آخر سورة الجن عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم فهذه أيضا غاية اطلع الرسول أو الإمام على هذه الغيوب من قبل الله تعالى هذا لغاية وهي ماذا أنه ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا يعني ليس أنه علموه بهم متوقف على هؤلاء الرصد لا هذا أمر أحسنت ولا يحيطونه بشيء من علمه لأنه مطلق لأنه لا متناهي وكل ما عداه محدود متناهي والمتناهي المحدود يستحيل عليه أن يحد اللا محدود بل وجوده صفر بالنسبة للباري سبحانه وتعالى صفر لأن أي عدد تخليه أمام اللا نهاية يحد اللا نهاية نعم يعني خليت نسبة أبدا فإذا لا نسبته إطلاقا لا حد لا قيد لا صفة ولا نعت ولا فحينئذ الفكر العقل هذه الأمور الأوهام الخطرات الظنون الفطن كلها مخلوقة كلها محدودة سوف تكل وتتعب إذا فكرت بشيء من هذا القبيل أحسنت فإن لها أن تحد تحد اللا محدودة أو تدرك أو تدرك شيئا من ملكوتي تدرك يعني تحيط به علمة هل الملكوت إذن هي ما وراء الملك قلتم الملك نعم طبعا هي صيغ مبالغة الجبروت والرهبوت والرحموت والملكوت على صيغة مبالغة الفعلوت نعم هل الملكوت لنقل مثلا لأن الله تعالي قل في آخر سورة ياسين صلى الله عليه وآله فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجع أو يرجع ملكوت كل شيء هل يعني لنقل كل ما يتعلق بهذا الشيء من غير الأشياء المنظورة يعني أشبه بالريموت الذي يتحكم بالجهاز الجهاز هو ما وراءه الذي يسيره الذي يعني يقول له من حيث لا يشعر افعل كذا اذهب كذا أم أن الملكوت صورة أخرى لهذا المملوك الظاهر الوجود صورة أخرى ماذا يقصد بالملكوت دقيقا أحسن الملكوت هو أمر غيبي نعم يعني غائب عنا ونحن غافلين ونحن غافلون عن هذا الوجود الغائب عنا يعني الوجود المادي الإنسان مثلا ليس فقط من هذه الذرات التي تكون جسم الإنسان المادية وهذه الأعضاء المادية التي تكون جسم الإنسان هذا كله عالم الملك هذا كله في عالم مادي جسماني يعني عالم الشهادة عالم الشهادة أما عالم الغيب عالم الملكوت العالم الآخر الوجه الآخر لهذا العالم المادي وهو غائب عنه ليس كل من ملك عقلا وملك إرادة وملك نفسا وقلبا ويستطيع أن ينكشف له عالم الملكوت لا يعني أناس الله تعالى اختصهم وكشف لهم هذا العلم يعني إبراهيم عليه السلام بجلالة قدره وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من المقنين العلم من هذه الإراءة للملكوت وهو أمر غائب عننا نحن حتى يكون من المقنين حتى يؤهل للإمامة لأنه الآية الكريمة تقول وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون فإذن هذا اليقين لا يتحص اليقين الذي هو على مستوى أن يكون له علم لدني على هذا المستوى هذا لا يكون إلا أن يحصل له العلم بالملكوت لأن العلم بالملكوت أكثر إذا تسمح له مختصار شديد نعم نعم الآن مثلا عالم البرزخ نعم هو من عالم بالنسبة لنا من عالم الملكوت نعم هل نحن نرى عالم البرزخ؟ لا مثلا عالم الأرواح هو عالم غائب عننا عالم الأجساد البرزخية أو المثال الجسم المثال يسموا بعضهم الجسم المثالي نعم هو غائب عننا نحن لا لكن هذا هو موجود وهناك آيات تتكلم عن هذا الموجود اللي هو جسم مثالي برزخي من عالم آخر ولذلك الباري تبارك وتعالى يعبر عن غير المعصوم غير الأنبياء عليه السلام يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا ظاهرا المؤمن والكافر يعلم الظاهر وهم عن الآخرة هم غافلون فإذا إذا ارتفعت الغفلة هو إذا الأمر الآخر النبي الذي رفع الله تعالى عنه الغفلة ينكشف له ماذا؟ نعم ينكشف له هذا العالم الثاني اللي هو عالم الملكوت أحسن عندنا موضعا قولان يؤكداني أو يوضحاني كلامكم أكثر القرآن الكريم يقول للميت حينما يموت لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطائك فبصرك اليوم حديد ترى ما كنت لا تراه في ذلك الوجود الملكي المادي والقول الثاني قول مولانا أمير المؤمنين صلى الله عليه لو كشف لي الغطاء مزددت يقينه أنا الآن أعيش البرزق وأعيش ما وراء البرزق وأعيش عالم الملكوت أليس كذلك؟ نعم أحسن فيقول صلى الله عليه وسلم قد جاورتكم جسدا وفارقتكم روحا يقول أنا روح في الملك الأعلى عنده عبارة بهذا المانعياني طيب أحسنت بارك الله نحياكم هذا صار واضح إن شاء الله إن شاء الله إذن كثير مما هو غيب وملكوت وغير ذلك يراه الإنسان بعد الموت بعد أن يتحرر من هذه الدنيا المادية التي تشده إلى ملذاتها وإلى رغباتها وإلى وساوس شيطانها إذا تحرر منها ولذلك بعض الناس يقول هذا يصير على الماء هذا كذا لما تخلصوا من هذا الركاب نعم لذلك إذا بعض الناس يحضرون المحتضر أثناء الموت نعم يرونه أحيانا يفتسم يسلم على ناس قد فارقوا الدنيا في عالم آخر يعني يسلم على فلان وفلان من أقاربه الميتين فكيف هذا؟ هذا لأنه الآن في حالة احتضار الآن صار ارتباط بين عالم الملك والملكوت أحسن فهو يرى الذين يحضرون عنده في عالم الملك تارة ينظر إلى من حوله وتارة ينشغل بما ينتظره أحسن والعلي الأكبر عليه السلام سلام الله لما صرع صلى الله عليه وجاء الحسين عليه السلام بأبي وأمي وقف عليه قال قال هذا جدي رسول الله صلى الله عليه وآله هذا جدي في المعرض يقرئك السلام ويقول عجل القدوم إلينا يا أبا عبد الله يعني إذن قضية أظن أنه سقاني شرب هذا والده قال إذا أبني أصبر قليلا فما أسرع ما تلقى جدك المصطفى فيسقيك بكأس الأوفة شربة لا تضمأ بعدها أبدا لكن هو لما احتضر قال هذا قال يا أبا هذا جدي رسول الله صلى الله عليه وآله يرى يقرئك السلام ويقول عجل القدوم إلينا نذهب إلى فاصل ثم نكمل شكرا لكم شكرا لكم دكتور ورحمة شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم يا صاحب القوبة البيضع في النجفي من زار قبرك واستشفى لديك شفي زوروا أبا الحسن الهادي لعلكم تحظون بالأجر والإقبال والزنفي زوروا لمن تسمع النجوى لديه فمن يزوره بالقبر ملهوفا لديه كفي إذا وصلت فأحرم قبل تدخله ملبيا وسع ساعيا حوله وطفي حتى إذا تفتسبعا حول قبته تأمل الباب تلقى وجهه فقف وقل سلام من الله السلام على أهل السلام وأهل العلم والشرف إني أتيتك يا مو لا يا من بلدي مستمسكا من حبالي عقب الطرفي راجم بأنك يا مو لا يتشفع لي وتسقني من رحيك شفيا لهفي لأنك العروة الوثقى فمن علقت بها يداه فليشقى ولم يخاف لأن شأنك شأن غير منتقص وإن نورك نور غير منكسفي وإنك الآية الكبرى التي ظهرت للعارفين بأنواع من الطرفي هذه ملائكة الرحمن دائمة يهبطن نحوك بالألطاف والتحفي بحب حيدرة الكرار مفتخري به شرفت وهذا منتهى شرفي وهذا منتهى شرفي يا صاحب القبة البيضعي في النجفي يا صاحب القبة البيضعي في النجفي من زار قبرك واستشفى لديك شفي زوروا أبا الحسن الهادي لعلكم تحضون بالأجر والإقبال والزلفي المشاهدين الكرام من جديد ومرحبا بضيفنا الكريم فضيلة الأستاذ الدكتور حميد النجدي مرحبا بكم دكتور حميد مرحبا بكم وبالمشاهدين الكرام حياكم الله إذن من فوائد قول الإمام صلى الله عليه وسلم وقفتم عند موضوع الملكوت والقرآن يقول فسبحانا الذي بيده ملكوته كل شيء وكأنه يتعلق بتسير الإنسان بحركة الإنسان أو المخلوقات يعني بيده فتبارك الذي بيده الملك كما أن الملك بيده وهو على كل شيء قدير فكذلك الملكوت بيده فعالم المادة وغير المنظور وغير المنظور كلاهما بيده تبارك وتعالى هو المتصرف ناصية كل شيء بيده أحسنت تبارك وتعالى إذن الملكوت الدكتور نعم تفضل يعني وفض قليل تفضل أيضا هناك معنى آخر نعم يعني الإنسان إذا أدرك ما وراء المادة من غايات وأهداف يعني عندما نرى عمارة مبنية وفيها غرف وفيها مثلا غرفة طعام وغرفة استقبال ومطبخ وإلى آخره ومرة إنسان لا يفكر بما وراء هذا البناء من أهداف وغايات ينظر هذا الوجود المادي يكتفي بهذا لكن لما يفكر يعمل عقله في ما وراء هذه العمارة يرى أن هناك أمر آخر قد وجدت هذه البنائة العمارة من أجله وهو الغايات يعني كما تعلمون الوجود المادي له صورة له مادة نعم وله علة غائية وله علة فاعلية خلقته وصنعته وصورته لغاية لعلة غائية لماذا مثلا موجود هذا إذا تتبع الإنسان آيات الله في خلقه حتى سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم فإذا تدبر رأسا هو يقترب إلى الله تعالى ويعرف أن وأجيب مثال غير أنه التدبر في آيات الله هذه الظاهرة وهذا أيضا رد على نظرية دارون نعم الجنين في بطن أمه نعم لأنه يقول أن الحاجة تولد العظم الحاجة تولد العظم والإهمال يضمر فيه العظم والاستعمال يتضخم فيه العظم هذه الأفكار من هذا يقول الزرافة حاجتها إلى الأشجار هي التي جعت رقبتها طويلة فالآن نقول الجنين في بطن أمه حتى نعرف الملكوت ما وراء ما وراء هذا الجنين نعم الجنين في بطن أمه بالحبل السري يأتيه الغذاء جاهزا نعم الأكسجين عن طريق المشيمة يتم التبادل وحتى لو كان وهذا سر وهذا شيء معجز أنه حتى لو اختلفت فصيلة الدم في الأم والجنين مع ذلك في المشيمة يتم تحويل هذا الأكسجين عن طريق هذا الغشاء العاقل إلى الجنين حتى لو كان الدم من فصيلة أخرى من الدم الجنين هذا الجنين دكتور هذا الجنين فيه له عينان له أذنان له رئتان هو لا يتنفس لا يستعمل الرئة هو لا يرى في الظلمات في ظلمات الرحم لا يرى يعني لا يستعمل عينه لا يستعمل أذنه لا يستعمل اليدين لا يستعمل الرزلين يعني هذه الأجهزة بأجمعها هي الآن مجمدة لكن عندما نفهم أن هناك ولادة وهناك عالم آخر ولا يعلم هو معد هذه الخارطة لأمر آخر غائب عنه مستقبلي غيبي فهو بالنسبة له ملكوت أمر آخر عالم آخر هذا الجنين لا يدرك إلا هذا الوجود الموجود في باطن الأم في باطن الرحم لكن هناك غاية أنه الإنسان عندما يتدبر كما أن الإنسان في الحياة الدنيا لا يقتصر وجوده علة الغائية على هذا العالم يعني يولد ويموت ويدفن وينتهي كل شيء مستحيل كما أن الجنين في بطن أمه معد لعالم آخر وهو عالم الدنيا يعني هذا الجهاز التنفسي الرئتان معد للهواء الذي سوف يخرج إليه الجنين العينان لا يوجد ضوء حتى يستعمل العين الفم والبلعوم إذن هناك ماذا؟ هناك ضوء في غير هذا العالم في غير عالم الرحم إذن كيف يستعمل هذه الأجهزة؟ يعني نظرية دالما توقبوا الإهمال يولد الضمور بالعضو الأعضاء الجسم وكيف غفل عن هذه الحقيقة؟ والاستعمال يولد كبر مثل العضلات شون دول الأبطال الرفع الأثقال هذا نمو طبيعي ينمو الإنسان؟ يعني هذا معد لعالم آخر نعم عالم غيبي عالم ملكوتي بالنسبة للجنين كذلك الإنسان في هذه الدنيا الموجود سبحانه وتعالى اللي خلق هذا الإنسان بهذه الصفات بهذه الخلقة البديعة العجيبة اللي الإنسان إلى الآن ما أدرك كل الغايات من هذه الأجهزة ومن القلايا ومن الأمور الموجودة بالجسم أنه يعني هذا الخالق بهذه العظمة وهذا العلم وهذه القدرة مجرد يخلق هذا الإنسان ويخلص ويموت وينتهي كل شيء ويتساوى يتساوى المجرم القاتل يعني إنسان مجرم وقاتل الآلاف المؤلفة مثل صدام مثل الحجاج مثل يزيد فرعون من هل فرعون وهكذا هذا يروح للتراب ويصبح يعني قطعة من التراب يتساوى مع الإنسان اللي ممأذي أحد لا قاتل لا مسوي جريمة كلاهما يذهبان أفحسبتم أنما خلقناكم عبثة يعني هذا عبث أنا أبني بناية وأدمرها بدون هذا عبث أي حسب الإنسان وأن يترك السودان الحكيم اللي يخلق هذه إذن لابد من عالم آخر عالم غيبي ملكوتي هذا العالم الملكوت نحن كما أدركنا أن الجنين مخلوق بهذه الأجهزة ليس لعالم الرحم هو لا يمشي بعالم الرحم ولا يتنفس ولا يرى لأنه ظلم في عالم الرحم إذن لعالم آخر فيه ضياء وفيه هوا وفيه ماء ويستحتاج الأرجل وكل شيء فيه بدقة يعني هو أول ما يولد القدرة والحكمة الإلهية لم يجعل له أسنان لأنه ماذا يفعل بالأسنان وهو يعني يتغذى على الحليب لا يحتاج وربما يؤذي يؤذي والدته بهذه الأسنان طبعا في ذلك فبعد مدة يحتاج وابن مثلا الغزال ليس له قرون أحسنت 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 هذا الدليل على حكمة الخالق فهذا معنى آخر للملكوت فيعني الله تبارك الله يطالبنا أن نتدبر وأن نرى هذا الملكوت سبحانه يطالبنا كيف بتدبر آيات الله الإنسان العاقل الواعي الذي يستعمل عقله يصل إلى الحكمة الإلهية من هذا الخلق الذي لا يستعمل عقله هذا نصيبته أنه يذهب إلى نار دهلنا وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب فاعترفوا مدن بهم فسحقا فقط يقول لما خلقني ولما عذبني ولما لا يعرف غير هذه العبارة شكرا لكم إذن صار واضحا إن شاء الله وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم القرآن يخاضي يقول لو فكرتم قليلا فلينظر الإنسان إلى طعامه وإلى إذن هو القادر الذي إذا ارتمت الأوهام لتدرك منقطع قدرته وحاول الفكر المبرأ من خطرات الوساوس أن يقع عليه في عميقات غيوب ملكوته وتولهت وتولهت القلوب إليه لأن القلب كما يقول النسان يرى بقلبه أحيارا يقول الآن لا الأوهام ولا الخطرات لن لأتي المرحلة الثالثة إلى القلوب لو أن القلوب تولهت إليه أحبت وعشقت وأرادت أن تصل إلى هذه مع كل تلك الأمور ويضاف إلى هذا التوله والولع لأن الحوب يجعل اندفاع نحو طلب الهدف يجعل المحب يتصور محبوبه يعني كما قال بشار بن برد نعم يا قوم أذني لبعض أو أذني لبعض الحي عاشقة والأذن تعشقه قبل العين أحيانا نعم يعني الإنسان إحيانا إذا أحب شيئا يتخيله ويتصوره قبل أن يراه فيقول حتى لو تولهت القلوب صلوات الله يعد كدافع للمعرفة وليطلب الوصول إلى الهدف نعم وتولهت القلوب إليه لتجري في كيفية صفاته فقط تجري في هذه المسألة في كيفية صفاته تبارك لا الصفات عين الصفات كيفية الصفات نعم في كيفية صفاته وغمضت مداخل العقول وهنا يعني نتعمق أحسن ودققت لأن الغموض العمق المعاني ازدادت بالعمق والدق أحسنتم وغمضت مداخل العقول في حيث لا طبعا هذا حيث مبني ما يجر مبني على الظلم في حيث لا تبلغه الصفات يعني إلى أبعد حد ممكن أن تصل إليه وغمضت مداخل العقول في حيث لا تبلغه الصفات لتناول علم ذاته على الأقل العلم يعني مستحيل هذا يعني مشكلة الإنسان أنه يريد أن يقيس الخالق تبارك وتعالى على هو تصوره فهو يجعل صورة للقدرة صورة وهذا كل خطأ الإمام الباقر عليه السلام هذا كله اللي يتصوره في أذهانكم مردود عليكم هذا ليس الخالق الخالق لا متناهي وقلنا من البداية أن اللامتناهي يستحيل أن تحده العقول أو الخطرات أو الظنون أو الخيال أو الأوهام كلها قد ردعها عن أن تصل إلى هذا الأمر مستحيل لماذا؟ لأنه قاصرة محدودة وأن للمحدود أن يحد اللامحدود اللامتناهي مستحيل هذا فإذن هو الباري سبحانه وتعالى بذاته لأنه لامحدود ولا يوجد لامحدود لامتناهي بالوجود غير وجود الباري تبارك وتعالى فما عداه محدود وهذا ما تشير إليه الآية المباركة يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهر أم الواحد الحسد الله الواحد والقهار الواحد لأنه واحد سبحانه وتعالى أحد وقهار لأنه قهر المخلوقات بالمحدودية كل محدود مقهور وهو الوحيد وهو الوحيد لا مقهور لا محدود وقهر الأعداد أن يكون له ثانيا فهو واحد لا قهار كل واحد له ثانيا ودائما ست مرات ست مرات في القرآن الكريم اقترنت صفة الواحدية الواحد بالقهار بالقرآن الكريم سبحان الله وهنا يوسف عليه السلام يقول أمن الله الواحد القهار لماذا؟ لأن الواحد المطلق اللامتناهي أن القهار هو واحد وما عداه مقهور محدود وإذا فرضنا له ثاني واحد يحدث ثاني فيكلاهما مقهوران لأن صار لهم حدود وصار بينهما ميز صار بينهما بما خلق وصار ميز بينهما فيكون مركب من إذا قلنا هذا عين هذا ونفسك إذن هما واحد فإذا قلنا لا هذا إله وهذا إله لابد من ميز من فرق بين هذا وهذا فهذا الميز يكون هذا الخالق مركب من هذا الميز يعني الفارق ووجوده فيكون مركب هذا يحتاج إلى مركب سبحان الله فإذن يستحيل وفسدت السماوات يستحيل فيهما آلهة إلا الله لفسدتها سبحان الله أحسنتم أحسن الله هو نعم يريد أن يصل إلى حقيقة ذكر الأوهام إذا ارتمت الأوهام وحاول الفكر المبرأ من خطرات الوساوس أن يقع فيه عميقات غيوب ملكوته وتولهت القلوب الأمر الثالث القلوب الوالية إذا حاولت وتولهت القلوب إليه لتجري في كيفية صفاته وغمضت مداخل العقول وهذا تعبير عجيب منه صلوات الله عليه في حيث لا تبلغه الصفات لتناول علم ذاته إذا حصلت بالأول تكلم عن القدر الآن عن العلم وكلاهما صفات ذاتية لصالب لا متناهي فلو حاولت كل هذه الأشياء أن تصل إلى ما أشار إليه الإمام صلى الله عليه يقول ردعها وهي تجوب في مهاوي سدف الغيوب ردعها ردع نعم أحسنت السدف في كتب اللغة نعم كالصحاح للجوهري ولسان العرب لإبن منظور نعم جمع سدفة أحسنت والسدفة لها ثلاثة معاني نعم معنى الضوء أحسنت الضوء نعم ومعنى آخر الظلمة ومعنى آثالث ضوء وظلمة مثل الفجر نعم فهذه السدفة على معنى الظلام يعني ساتر وحاجب بين أن يصل العقل إلى هذا الهدف سبحانه لا يدرك لا يدرك العقل الباري سبحانه وتعالى فقط يثبت وجوده أكثر من هذا لا يستطيع لماذا؟ لأن صفات الباري سبحانه وتعالى هي عين ذاته يعني قدرته هي عين ذاته وهي لا متناهية أنتم أصلاً فكروا بخلقه ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت نعم فارجع البصرة هل ترى من فطور ثم رجع البصرة كرتين يعني مجرد ينقلب إليك البصر خاسئ وهو حسير مجرد أن تظهر إلى خلق الله المادي هذا الموجود تتعب عينيك تتعب عينيك وصارك يرجع عليك خاسئاً حسيراً تفرق عينيك وتتعب وتترك المسألة والدليل على هذا الدكتور نعم البشر المبلغهم من العلم كان يتصورون الأرض هي مركز الوجود نعم الكون يعني المادي والكل يرتبط بها والكل هي المحور نعم بعدياً اكتشفوا لا هناك كواكب ونجوم يعني شموس الشمس هي نجم نعم فمثلاً قبل تقريباً سبعين سنة أو أكثر أكثر من سبعين ألف وتسعمائة وخمسة وثلاثين تقريباً سبعين مليون مجرة خمسة وسبعين مليون مجرة كل مجرة كل مجرة بيها ملايين النجوم يعني أرقاب مرعب والنجوم لها كواكب نعم بعد ذلك اكتشفوا نريد كل المراحل نقول الآن المجرات هذه يعني قدرون بيها مثلاً كل مجرة كذا مليار نجم الآن المجرات وصلت حسب التليسكوبات الحديثة اللي صنعوها 2 تريليون مجرة فقط المجرات المجرات عما داخل كل مجرة يعني وين فرق بين خمسة وسبعين مليون مجرة وين تريليون ورأساً قبزة يعني مليار مليار خمسة وسبعين عفو اللي وصلت ثلاثمائة مليار مليار يعني التريليون مليار مليار نعم مجرة كل مليار مليارات مليارات النجوم والنجوم لها كواكب كثير منها لها كواكب يعني قدروا قدروا عدد النجوم بالمجرات ثلاثمائة 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 سموه سيكس كلون يعني مليار 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 مجرة يعني حتى الاصفارة كل شيء لا بريليون ولا تريليون يعني هذا بعد كل شيء عدد يعني العقل ما يتصوره فهذه لها كواكب وهذه كلها وهذا كل الكلام النقطة المهمة في الكون المكتشف للإنسان أما ما وراء ذلك أما هذا الأشياء غير المكتشفة غير المعروفة لم تصل إلى الان وهذا وين هذه المجرات احنا اللي نشوفها هي والنجوم قد تكون فنية قبل هذا بملايين السنين أحسنت ولذلك قال الله تعالى فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم لكن أننا تعلمون نحن التعامل ويالضوء اللي وصلنا من هذه النجوم والمجرات وليس الجزء الواقع هي قد فنيت من زمان وذلك انكدارها من علامات الساعة وإذا النجوم انكدرت شكرا لكم فضيل أستاذ الدكتور حمد النجد الباحث الإسلامي ورئيس جامعة أهل البيت عليهم السلام شكرا جزيلا شكرا لكم شهد الكرم إلى اللقاء في الحلقات القادمة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا لكم